هل ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها تابت وفرعها في السماء؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد أيها المشاهدون الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مع درس جديد عنوانه كيف يحقق العبد العبادة لله عز وجل مصداقاً لقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صدق الله العظيم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لها أن تأطى ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذَّدتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى ورواه الترمدي وقال حديث حسن هذا الحديث هذا الحديث فيه الحد على الخوف من الله تعالى والإعداد للآخرة فيه الحد على الخوف من الله والإعداد للآخرة والحذر من شر الدنيا وزينتها فالمؤمن يحرص على أسباب النجاة ويخاف ربه عز وجل فيبادر إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله وإلى الوقوف عند حدود الله فالملائكة مع قربهم من الله تعالى عندهم الخوف العظيم مع قربهم ومكانتهم عند الله تعالى عندهم الخوف العظيم قال تعالى بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وقال عزَّ من قائل سبحانه يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فُرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطَّت السماء وحق لها أن تأطى بمعنى تحركت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله إلا وملك ساجد لله وهذه حال الملائكة مع خوفهم من الله ورغبتهم فيما عنده سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح أن البيت المعمور الذي يوازي الكعبة في السماء السابعة يدخله سبعون يدخله كل يوم سبعون ألف ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه ويقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فيه وعن جسده فيما أبلعه فالمؤمن يجتهد المؤمن يجتهد حتى يعرف كيف يستعمل جسمه والأدوات التي أعطاه الله من سمع وبصر وغير ذلك في طاعة الله وهكذا وهكذا علمه الذي أعطاه الله تعالى إياه يعمل به في طاعة الله وفي ترك معاصي الله وهكذا ماله ينفقه في وجوه البر ويحصله من طريق الخير ومن طريق الحلال لا يتساهل المؤمن لا يتساهل بل يجتهد في حفظ جسمه وجوارحه فالمؤمن يجتهد ويتحر الخير ويجتهد في أسباب الخير وأسباب النجاة لعله ينجو لعله يسلم كما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها أتدرون ما أخبارها يخبر بما عمل على ظهرها عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا تشهد عليك أرضك ويشهد عليك بيتك ويشهد عليك مسجدك والأراضي التي أقمت فيها وجلست فيها أو صليت فيها تشهد عليك بما عملت من خير وشر بما عملت من خير وشر فاتق الله أخي الكريم أينما كنت فاتق الله أينما كنت حتى لا تشهد عليك جوارحك ولا أرضك ولا غيرها ولا ملائكتك إلا بخير وعمل صالح إلا بخير وعمل صالح قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وقال سبحانه وتعالى ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم أردنا إلى دينك ما أردنا جميلة اللهم فقهنا في ديننا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى ألبسنا لباس العافية واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا نلقاك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانا ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين